هذا السفر النافيس الذي يعالج علماً جليل القدر عظيم الشرف علم مصطلح الحديث تحت عنوان التبصرة والتذكرة للإمام الحافظ العراقي ذي الكتاب يسعنى الزلذان القرآن أخطر إفكار ثم السنين ذي ثالث سنة ذي الشرعيف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله كنفكار ربي السر ذي السر ثلاث سر فاقي تسيم لليث في السبعة ذي شرح كتاب التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي تفلسي عفو يرحم يجموثن ذي سقوى سنة ثمانمية وستة للهجرة نفكاد ذي دروسي عدان أن في جند أن الحافظ العراقي الحقيقي شرحد مقدمة بن الصلاح مقدمة بن الصلاح في علم الحديث في مصطلح الحديث ذنسف تسيرجا ثم قرانت ذو قوين يعنان أحري شاقين علوم الحديث مقدمة بن الصلاح تعتبر من المصادر الكبرى المهمة في علم مصطلح الحديث وصل بين الحديث للحديث الحسن السجي حديث هنا في هذا المجلس السابع عن الحديث الضعيف الحديث الضعيف في البيت رقم ثمانية وخمسين وما بعده إديوسان ذي الكتابة التبصرة والتذكرة من ضمن ما ورد في هذه الأبيات البيت الثمانية وخمسين قلت وما بعده فإن يقول يحتج بالضعيف يبدأ الاحتجاج سنشرح ثورة أنوذ حديث ضعيف ولكن فقط إشارة فإن يقول يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر إلى آخره الحديث الضعيف قبل أن نشرح أنوذ الحديث ضعيف نذكر بالحديث الصحيح الحديث الصحيح يسعى خمسة ضوابط خمسة شروط الشرط الأول اتصال السند اتصال السند ما اتصل سنده هذه المسألة مسألة مهمة جدا ذكرها العلماء في عديد المراجع وذكروا لنا مسألة أيضا أخرى مهمة وهي الأسانيد الصحيحة هناك الترتيب يقولك أصح الأسانيد مرد نينية صحة السند معناها الرواة ولش الإنقطاع ذي السن لاتصال إلى غاية النبي صلى الله عليه وسلم مرنسل عن زيد بن ثابت مثلا عن عثمان بن عفان عن فلان عن فلان ألما نبغر نبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقى قرنس السند البخاري في صحيحيه نغ أحمد في مسنده نغ أبو داود في سنانه نغ مالك في موطئه نغ الحاكم في مستدركه سانيون المنهج عن فلان عن فلان عن فلان ما إلا السند متصل بلا انقطاع نقول أن هذا السند متصل اتصال السند في مجال نقل الأخبار ياننخ لكوان ويونك ديني اشدوا الأخبار السند ويستديننا ايشيني ذي الفلاني الفلاني واستديننا ما إلا ألمان بضغ لسلسل ما البضغ المصدر أدين دقي السند متصل ملكوان قولك يقولوا رهم يقولوا داول حتى في حياة الاجتماعية القيل والقال هو اللي يدمر الحياة الاجتماعية يقولوا حتى في اللغة العربية في الإعراب قيل صيغة تضعيف قيل يقولوا أقارا أفو نقار أفو نقار أورث نقار أورث نقار أورث نقار أفو نقار أفو نووي الشورد قار نقود نقار يعني وإن كان هذا المثل استخدام دقيني الهاني يعني ما بغان تسفر ثالث خاطر يوزيلي الوال ماوزيلي فلا ماوزيف أديني كلا اتصال السند وهذا الشرط أساس لذلك علماؤنا غربلوا هذه الأسانيد مما قالوه ذكروا تفاوت الروات من حيث الضبط من حيث العدالة إلى آخره ماوزيلي نقار نقار أصح الأسانيد ونقار سلسلة الذهب خطر لو أن دا سلسلة الذهب ولاش لكس الكذب إلا الذهب مر ذهب ماذا قالوا مالك الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر يعني ابن عمر صحابي هو ابن عمر ابن الخطاب هذا السند يعد من الأسانيد الصحيحة التي توصف بالسلسلة الذهبية هذا باتفاق العلماء يعني كي قل لك عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سند صحيح من الأسانيد الصحيحة مالك عن الزهري إمام الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مدم من بضر الصحابة ذاين صحابي عن النبي لأن الصحابي سمع الحديث نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وتعرف الصحابي من هو هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم كمل آمن به آمن به لازم ومات على ذلك على الإسلام لم يرتد علماء الأصول أضافوا أضافوا واحد القيد إنه وصاحبه ماذا يقوله صحابي صحابه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا هكذا إذن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر نشفو عليه إلى سلسة ذهبية أخرى عن مالك عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه هناك أيضا سلسلة أخرى ذهبية عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج مثل حديث عادة بيوم الجمعة من قال كذا فقد لغى ومن لغى فلا جمعة لهذا حديث هذا حديث عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أيضا من أصحي الأسانيد الزهري إلى ذغم الشيء عن إمام مالك إلى الزهري عنده أيضا عدة سلسلة ذهبية عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر من أكثر الصحابة تشددا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال تشددات ابن عمر ورخص ابن عباس ورخص ابن عباس حتى سبحان الله في الفتاوى فتاوى ابن عمر مصبوغة بصبغة التشدد وطبع هذا من غيرتي على الدين تسمينك سعى في الدين ولكن ابن عباس أيضا يعني نجد تلك الرخص موجودة في فتاوى إلى ذغم أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها يعني أم المؤمنين سوفيال بن عينة يعني هناك سلاسل ذهبية أي ردناك سلاسل ذهبية بشذا نظر بل العلماء في كنسة ذنقرا السند وذكروا إخواني بما قاله عبد الله بن المبارك حينما ظهرت حركة الوضع في الحديث قيله يا إمام هذه الأحاديث الموضوعة قال تعيش لها الجهابذة الإسند من الدين ولولا الإسند لقال من شاء ما شاء إذن الإسند نحتاج إليه في المجال العلمي ما هو شغير في علم الحديث نحتاجه في كل شي في نقل الأخبار في العلاقات في العقود في التصرفات في كل شي حتى في الملكيات يؤكدون على ما يسمى بالأسانيد إذن وطبعا لا نوياض ما شاء وقال الإسلام لا نوياض ما ذكرته على سبيل التمثيل إذن الشرط الأول في الحديث الصحيح هو اتصال السند ما اتصل سنده الشرط الثاني بنقل العدل الضابط يعني عن العدل الضابط إلى المنتهى يعني إذا كان واحد من الرواة واحد من الرواة إما تم القدح في عدالته نغف ضبطه يعني بلك هذا وديقار في ذات بلك هذا وش فويرا ما وش ضابط والضبط كما شرحنا ونؤكد الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب ضبط صدر يعني مضبوط في ذاكرته في حافظته يشفى يركز في ذاكرين ضابط إلا ويسعى الضبط في الكتاب ما رأي حاجة يراث مضبوط ويسعى ومساعة الضبط السمحتي هي من المسائل المهمة في هذا الفن في هذا المجال لأن الأمر يتعلق بنقل الشرع لأن السنة هي الوحي الثاني لازم نؤكد على هذا المعنى جدا خطر رأنا في زمن حرية التعبير أوصلت بعض الناس بدعوة ما يسمى بالقرآنيين يعني نحن قرآنيون نعتمد على القرآن فقط أما السنة فلا وهذا القول قول لا أسس له من الصحة لا أسس له من الصحة نقلا وعقلا نقلا وعقلا ربنا هو الذي يقول ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله وليضع ننفي يضع ربي ربنا هو الذي يقول وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هناك ننظراء كثير من الأحكام وردت في القرآن بشكل مجمل تحتاج إلى بيان وتفصيل ولا يكون ذلك البيان إلا في السنة المطهرة على وجه الإطلاق القرآن قال حرمت عليكم الميتة الميتة حرام في القرآن إيه لوحد كي أكل الحوت صافيك للحرام لأن الحوت ولا لا لا ولا تقولوا يا الحوت خرج من الماء أعطيني شوية كاش خمسة دقائق كاش من ذبحك من شرحها هذه السنة هاو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الغزير إلى آخر في التفاصيل الموقودة والناطعة وكل شيء أفل أفل العقود العقود ربيك وأحل الله البيع البيع بأل التي تفيد الاستغراق والشمول وتأتي السنة فتشرح أخذ شرحها مكي يخدم بالندم عقد المقايضة هل شرحته هي السنة المقايضة سلعة بسلعة غلا تعطي له الزيت يعطي لك أطمر السلعة هذه السلعة عقود السلم صيغة السلم عقود القراض أو المضاربة كل عقود من شرحها السنة والعبادات العبادات قبل ما نوصل المعاملة إلى العبادات أقيموا الصلاة كيف أن نصلي بأسلات السمية قال صلوا كما رأيتموني وصلي هل تأتي السنة العمالية السنة العمالية مبينة لمجمل القرآن أين ديوسان بشكل مجمل يعني جلوبال مجمل هذا السنة فتشرحها ذكرنا هذا ربنا قال وآتوا الزكاة أيضا كيف نزكي ما هي أوعية الزكاة مقادير أنصبت الزكاة السنة بيّنت لذلك سمحوا لي هذا الأمر للأسف دايماً ضرب الإسلام تتنوع أساليب هؤلاء نسأل الله لهم ولنا الهداية والثبت إذن القول بل نكتفي بالقرآن هذه مغالطة كبيرة وهذا انحراف ورسالي اسمني أظن انحراف ربي يهدينا ويهديهم جميعاً إلى سواء السبيل لذلك جاءت جهود العلماء لخدمة السنة أي غرس قسمي أكلمة كفا الدونيث تبقى هذه السنة تخدم والقرآن يخدم الوحيان يشرحان يبسطان المطلوب من التفكر والتدبر والعمل بمختضى الوحيين وهذا هو سبيل النجاة بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط يعني ما إلا يون مثلاً الإمام مالك عدل ضابط إذا نقل في هذا السند عن شخص آخر إما مقدوح في عدالته أو في ضبطه خلاص يختل يعني درجة الحديث تضعف ممكن يحول يصبحوا حديثاً ضعيفاً الدليل حديث ضعيف ولكن ننتبه صحة السند ليس بالضرورة صحة المتن قد يكون الحديث صحيحاً في سنده ويكون ضعيفاً في متنه وقد يكون وقد يكون ضعيفاً في سنده ويكون صحيحاً في متنه من المين من المين كفا يكون السلسلة ما خطر ما زالنا لأن الحديث الضعيف يدخل في إطار الحديث المردود الحديث المردود ذي سلح الحديث الضعيف ذي سلح المطروق أطاس الأحاديث وكذلك من المين فوك أنا أظر في الحديث المرسل والحديث الغريب من كفا وكذا سنأتي بالأحاديث مجموعة أحاديث نماذج من الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الحسنة من الأحاديث الضعيف من الأحاديث مثلا الحديث ضعيف ثبت على بي صلى الله عليه وسلم الحديث ضعيف يعني استحباب قيام الليل ليلتي العيدين يعني في نهاية الحديث إنك ربي سبحانه يحيي قلبه يوم تموت القلوب يعني حاجة كبيرة فضل كبير ما لا يوند هنا غير يقوم الليل ليلة العيد العيد تمش طوح من العيد تم قرانت الدكرة الضال القيام طراوح يصلي ممكن يقول كيف هذا والعيد يعني رح نقول بكري تحضر روح لصلاة العيد الحقي دي ماني لصلاة العيد بكري تحضر حمض القيام ليلة العيد السيد يناد النبي صلى الله عليه بالحدي بالحديث الضعيف والسؤال المطروح ما حكم العمل بالحديث الضعيف إذن الشرط الثالث قلنا الضبط العدالة الشرط الثاني الشرط الثالث هو الضبط ذكرنا قلنا قد يكون ضبط صدر أو ضبط كذا الشرط الرابع عدم الشذوذ يعني لا يكون شاذا شرحنا هذه بلا من عودوها ولا معللا يعني مع عدم الإعلال ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا عل هذا تعريف الحديث الصحيح ولكن كي رحنا شرحنا الحديث الحسن في لقائنا السابق هو حديث اتصل سنده حديث الحسن طبعا درجة أدنى من حديث الصحيح إسعاشر اتصال السند إسعاشر نقل العدل يعني عن عدل إلى المنتهى ولكن الراوي يكون خفيف الضبط خف ضبطه فإذا خف ضبطه ينزل من درجة الصحيح إلى درجة الحسن لماذا؟ لأن الحديث الصحيح لابد أن يكون تام الضبط الضبط التمام أو التام أما في الحديث الحسن ضبطه خف خف ضبطه غير الشاذ ولا معلل إذن الحديث الحسن تخص كالحاجة لا خف الضبط كونه خف الضبط نزل من درجة الصحيح إلى درجة الحسن ثورة أن نروح سيني النظر اللي هو حكم العمل بالحديث الضعيف لأنه اليوم نخليه مجل للأسئلة أنواع الحديث الحديث الضعيف ما حكم العمل به هناك ثلث مذاهب ثلث مذاهب المذهب الأول يقول الحديث الضعيف يعمل به في الأحكام أي في الحلال والحرام وفي فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق يعني يعمل به كاملا أي غر لأنه الند الحديث الضعيف قد يضعف في سنده ولكن يصحه في متنه وقد يصحه في سنده ويضعف في متنه المهم أن هذا الحديث حكم عليه بالضعف إذا كان الحديث الحسن هو أقل درجة من الصحيح والحديث الضعيف كل حديث فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح يعد ضعيفا في نظر المحدثين حكم العمل به المذهب الأول العمل به مطلقا العمل بالحديث الضعيف مطلقا مرد مطلقا معناه في الحلل والحرام في الأحكام وفي فضائل الأخلاق فقط ناند لا يكون ضعفه شديدا وحتى المصنف ذكر هذا الأمر في بيت من أبيته ونقول في البيت رقم ستين وإن يكون لكذب أو شد أو قوي الضعف فلم يجبر ذا يعني إذا كان قوي الضعف شديد الضعف فلا يعمل به ولكن أما إذا كان لم يكن شديد الضعف هنا قال لك هو حديث ضعيف نحكم بضعفه ولكن يعمل به قيل لهم لماذا قالوا لأن الحديث الضعيف يحتمل الإصابة يحتمل أن يكون صائبا إزمر ذي الصحة ما يزمر ذي الصحة أتنذين في المقويات لأنه يوضي الخبار شوية كان شوية كان يعني الصحة لأنه وليس وليس ما لا لنت أدل النظام طرق النظام تقويه ممكن لذلك كان أحاديث ضعيفة ولكن صارت قوية لكثرة الروايات مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة وقى حديث ضعيف من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ذي شو لدينا نقص العلماء على كل حال نساء مثلة كثيرة سنتدل بكثة سناغ إن شاء الله سنتدل نيو على سبيل المثال ند أولا هذا الحديث فيه معناه صحيح لأنه يدعو إلى الجماعة يدعو إلى لزوم الجماعة فجماعة سوف ينقل هذا ثاني أنه لنت الأهيات تدعونا إلى ملزمة الجماعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا القرآن الدقار يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفرق ثارا ثجمعث لها ثجمعث لها العبادات العبادات أجرها مضاعف في الجماعة تعرفوا كام الحديث النبي صلى الله يسمى حديث صحيح صلاة الجماعة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعين وعشرية درجة زي الرواية الأخرى ماذا نفهم معنتها فضل الجماعة مقر صفي هذه الحديث اللي ذكرناه حديث ينسجم مع مقاصد النصوصي في القرآن والسنة نمس فهم أماذ القرآن أماذ السنة أولا ينقلوا بإسلام للسنة قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ هو السنة زيد نكني ذي ثو ذرث النغل نضرب لذلك الجماعة هي خير ونسا يثار ذا ثقيم جماعة أيغر لأن الجماعة فيها خير وفيها بركة وفيها قوة وفيها كل طيب إذن هذا الحديث من هذا الباب يتقوى لأن معناه صحيح المقصود ينس الهدف ينس يلها يدعون إلى لزوم الجماعة إلى الحجة الثانية وهناك طرق أخرى تقوي هذا الطريق السلام الحديث من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة مثل لا يس ولكن لنت الأحاديث النظم التي تنهى عن التفرق التي تأمر بلزوم الجماعة مدام سنت طرق النظم تقوي نقول هذا الحديث تقوى بالطرق الأخرى في السنة النبوية فنعمل به إذن هذا هو المذهب الأول أكثر من ذلك ينسب إلى الإمام أحمد رضي الله عنه وحد العبارة إنك الحديث الضعيف أفضل عندي من أقوال الرجال لماذا خير الحديث النغاص ضعيف أفضل من أقوال الناس أقوال الرجال يقول فلان يقول فلان لاحتمال صحة هذا الحديث الضعيف يحتمل الصحة يحتمل الإصابة صفي الإمام أحمد إنك يمكن أفضل هذا الحديث الضعيف ولكن نرجو العلماء أضافوا مثل الإمام النووي والإمام ابن حجر أسقلاني قال لك يعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن هناك أحاديث في الباب إلا هو ولش أحاديث هذا الشرط المعتبر خطر إذا كان هناك أحاديث صحيحة لا نلجأ إلى حديث الضعيف ونحو جار ونروح إلى حديث صحيح وهذا الأمر منطقي لوجيك إلى الحديث صحيح نعمل بالحديث الصحيح ونترك الحديث الضعيف ولكن إذا لم نجد في الباب أو في الموضوع حديث صحيح نعمل بالحديث الضعيف كل هذا الكلام ممن قال بهذا الرأي هذا المذهب الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند والإمام أبو داود في سننه وغيرهما وقال ند الرأي المذهب إلى المذهب النظم إذن يستحب يستحب العمل به في فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق دون الأحكام عشي قرن الأحكام الأحكام لا نأخذها إلا من الأحاديث التي صحت من الأحاديث الصحيحة لأنها تتعلق بالحلال والحرام تتعلق بأحكام الدين بأحكام الشريعة هذا الرأي أما فضائل الأعمال مكارم الأخلاق تصل أحاديث يقول لهم إجسوا لنغر الخير إجسوا لنغر التوبة ما حال أحاديث التوبة أحاديث كثيرة في التوبة لترغيب للتوبة ترغيبا في التوبة مثلا في الحديث القدسي هو حديث ليسا صحيحا ما هو صحيح ليقول أنا والجن والإنس في نباء عظيم المعنى ينسي إلها أخلق ويعبد غيري أربي خلقت لن أجد يعفز نويا وأرزق ويشكر سواء أربي صحيح للأرزاق هو لن أجد شكر نويا سقال لا أربي يغضي رزقا كلام كي سيقار وسيقار سيدي وسيقار ذو الخذمة وسيقار ذا ثمثني وسيقار ذا الرهوية معناها المعاني مهمة يعني مليحة لا تظر وكتشريح ووضعنا واقعنا ومواقفنا تجاه الخالق جل جلال وهو حديث طويل إني والجن وعليش أذكر الجن خطر الجن أيضا كين المؤمنين كين الكفار كين المسلمين كين غير المسلمين إني والجن والإنس فين باء عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي ولك الحديث لا يصح المعنى يسيلها ثم أنه يتفق مع عديد النصوص في المقاصد والمعاني مع عديد النصوص في القرآن وفي السنة لذلك إذكروا هذا الحديث ترغيباً في التوبة تنبيهاً للغافلين هكذا خطر في نهاية الحديث يقول إن تابوا إلي فأنا طبيبهم وإن كذا فأنا إن تابوا يعني الحديث طويل يعني مشتغرة كامل ولكن كويض غرغو وسونا هي دمشتي يا غطان كلا قال والمارشالي أربع شهيد ناوي كامل أرزقوا وخلقوا ويعبدوا غيري وأرزقوا ويشكروا سواي خير العباد نازل وشرهم إلي يصاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقروا شيء إلي إلى آخر الحديث المهم من ضمن المعاني الوردة في هذا الحديث أن الله جل جلاله يفرح بتوبة عبده إن تابوا إلي فأنا كذا وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم ليذكرني به حبيبهم وبعدين فأنا طبيبهم أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم أتقرب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي إلى آخر الحديث الضعيف إذن كن قلوا حديث ضعيف أن المعاني ينس والمقاصد ينس تنسجم على التوبة والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة كثيرة التائب من الذنب كما لا ذنب له ولو بلغت علينا السماء في حديث الآخر وربنا في القرآن قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطهم من رحمة الله من الله يغفر الذنوب جميعا إنه أغفر رحيم إذن أرى ننظر في هذا الجو انتاع التوبة فإذا استشهد أحدنا بهذا الحديث في فضاء الأعمال في مكارم الأخلاق لتنبه الغافلين لتذكر الناس لذلك يقولون أصحاب هذا المذهب الثاني يقولون بجواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضاء الأعمال ومكارم الأخلاق وممن قال بهذا الكلام الإمام النووي والإمام ابن حجر العسقلاني ولكن ابن حجر ذكر وحد الشروط مهمة من هذه الشروط الشروط العمل بالضعيف الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا وهو ما أشار إليه الحافظ العراقي وما أشار إليه أيضا ابن الصلاح في مقدمته ألا يكون الحديث ضعيفا يعني فقد جميع ذلك الشروط الصحة مثلا هذا الحديث شديد الضعف يضعف مليح الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل عام هذه مسألة مهمة إذن هو حديث ضعيف ولكنه ولكنه مندرج تحت أصل عام هنا نذكر الحديث أنت قيام ليلتي العيدين قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه ابن ماجا إذن هذا الحديث ره موجود في سنن ابن ماجا اللي بغا يرجع ليه رقم الحديث آلف وسبعمية وثنين وثمانين آلف وسبعمية وثنين وثمانين سنن ابن ماجا يجد هذا الحديث الضعيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلتي العيدين شوف الترغيب يعني يحتسب لله يصلي ذلك القيام احتسابا لله لم يموت قلبه وثنين تثير وليس ليس الموت إلا البيولوجي خطرة وإنها يوم تموت القلوب يوم تموت القلوب وممن شرح هذا الحديث استشهد بالآيتين ثمانية وثمانين وثسعة وثمانين من صورة الشعراء عند دقى رب سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم واذكروا من شروط سلامة القلب كذا وكذا ومن أجل تحصيل ذلك قيام ليلتي العيدين إذا كان الشارح يدير هذه الإشارة فلا مانع هو يشرح لك الآية الآيتين اللي ذكرناهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم سلمة القلب معنى قلبه سليم أولا هذا الحديث يدعو إلى الصلاة فيقبل من هذا الوجه يدعو إلى الصلاة هذا الحديث يدعو إلى القيام ترغيب في القيام وما أحوى جناء إلى الترغيب في القيام قيام الليل يلهم ليح والناس درجة كان لقيام الليل من رمضان من رمضان لم يكن قيام الليل من رمضان من يأتي تراويح رمضان قبل رمضان الله ينوب هذا الحديث يرغب وصلاة الليل عندنا أحاديث صحيحة لتؤكد على أن صلاة الليل يعني قيام الليل أشكون اللي يفوتها في الأجر ما عدل مكتوبات يعني المفروضات خمس صلوات خمسة الظلة من بعد خمسة الظلة ولد ياسم ما تشيط الرواتب من تاع الظهر ولا المغرب ولا لا صلاة الليل قيام الليل أفضل صلاة يعني بعد المكتوبات هي صلاة الليل إذن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث حديث صحيح يعني هناك أحاديث صحيحة تدعون إلى قيام الليل وتبين أجرها وفضلها الذي يأتي بعد الصلوات المكتوبات إذن هذا الحديث الضعيف له أصل يمتد إلى هذا الحديث الصحيح إساغ زوران إساغ زوران إثن صوضا غل أحاديث صحان جبل ربي المعنى واضح اتفقنا إذن هذا أنموذج لحديث ضعيف لهذا الشرط الذي ذكره ابن حجر العسقلاني أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام فنقول لابن حجر نعم هذا الحديث حديث قيام ليلتي العيدين والترغيب في ذلك وبين فضل ذلك هذا الحديث يندرج في هذا الحديث العام أو في هذا الأصل العام إسعى نظار إلى قذل إسعى آزار إلى غير ذلك من شروط شروط قي إفذري تنتيد الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب بلوغ المرام من دلة الأحكام وصاحب فتح الباري إلى الرأي الثالث طبعا نغض الرأي من قال به العديد من العلماء علماء الحديث وعلماء وصول وعلماء الشريعة فقهاء من قال به الإمام النووي والإمام ابن حجر العسقلاني وغيره إلى رأي المذهب وسل ثغي دينان لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام ولا في مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال لا نعمل الحديث ضعيف ممن قال بهذا الرأي القاضي أبي بكر بن العربي وقليل من العلماء الذين قالوا بهذا المذهب هذا القرن ما نخدمش به على وجه الإطلاق واختلاف من شاء الله رحمه مديني غول كيث مثلا فقط بشو لا نتعصب دا خطر التعصب ذنسي تساوين المشاكل ولكن ما يلنظر الشيقي الذي العلم عادي أدنك هنا لا أعمل بالحدي الضعف كعين رب ولكن لا تنكر على غيرك دا إذا كان أعمل بالحديث الضعيف بالشرط التي ذكرناها لا تنكر عليه ويبقى دائم مسألة خلافية ونستحضر القاعدة الذهبية لا إنكار في مسائل الخلاف اتفقنا يروع الإمام أحمد أيضا واحد المقولة مهمة إن إذا تعلق الأمر بالحلال والحرام تشددنا وإذا تعلق الأمر بمكارم الأخلاق وفضل الأعمال تساهلنا فإذا هذا العبارة تنسب إلى الإمام أحمد ما يرى بثم ستاقي انفرات حكم العمل بالحديث الضعيف ثورة أي سمح من نغلغ الحافظ العراقي حافظ العراقي إلى الدنيا كثيرة سنستثمره في الدروس القادمة ثم نعلق قليلا أيضا على طريقة التعامل مع الأحاديث الحافظ العراقي في الشرح النظمة أولا تعددت مصادره تسألة مهمة جدا أي سلم كيف يبدأ أقوال العلاماء دون أن يذكرهم بلا ما يذكرهم دون أن يذكرهم أكثر للحافظ العراقي الإمام النووي إلى آخره ولكن أحيانا يذكرهم بشكل نظر باللي الإمام الحافظ العراقي تعددت مصادره أحيانا مثلا يذكر المؤلف ويذكر المؤلف كما سيأتي البيان بدءا من اللقاء القادم فما فوق أدني مثلا مالك في المدونة مالك في الموطأ لأنه مالك يسعى المدونة يسعى الموطأ نغديني الشافعي في الرسالة نغد الشافعي في الأم يعني كتاب الثاني هو الأم نغديني صاحب الطبقات ما دي بذر الطبقات وذكر الطبقات أيضا مهمة جدا هذه مسألة في غاية الأهمية من ناحية المنهجية صحاب الطبقات مثلا ابن سعد في كان دي بذر المسند ودي بذر الإمام أحمد هيدس دي بذر ابن عبدالبر يمثل دي بذر الاستذكار نغد الاستيعاب دي بذر الحاكم المستدرك وهكذا ولكن المصادرين الأساسية أنوا يسعى الإمام مالك الإمام مالك المتوفى سنة 179 للهجرة مالك بنو أنس إلا عبد الله بن المبارك أيضا من مصادره من مصادر الحافظ العراقي عبد الله بن المبارك متوفى السنة 181 للهجرة يمث سقواس 181 للهجرة والإمام عبد الله بن المبارك من العلماء الذين اهتموا كثيرا بالإسناد بمضوع السند وقد ذكرنا عبارته الإسناد من الدين ولو للإسناد لقال من شاء ما شاء وكذلك الإمام الواقدي هذا أيضا من كبار العلماء المتوفى سنة 207 الهجرة وكذلك الإمام الأصماعي أشار إليه أيضا ميرارا متوفى سنة 215 الهجرة وكذلك الإمام الشافعي ذكرنا إمام للرسالة أو للأم المتوفى سنة 204 الهجرة وكذلك الإمام يحيى بن معين وقى صديقنا صاحب الإمام أحمد بن حلب المتوفى سنة 233 الهجرة نغالي بن المديني المتوفى بعد سنة متوفى سنة 234 الهجرة إلى غير ذلك من العلماء ثورة أخيرا الحديث الضعيف إلا وند الحديث الضعيف ندرث مذهب المذهب الأول يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا على وجه الإطلاق مطلقا مديني مطلقا معنا في الحلال والحرام نغفي الأحكام وفي مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال وقى الرأي الأول ذكرنا العلماء الذين يحتجون به في الجميع الإمام أحمد وغيره لنبقى دينان هذا الحديث الضعيف يعمل فقط به في حديث في مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال فقط وذكرنا شروط دينان ابن حجر العسقلاني هناك رأي آخر يقول بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا رجل فك في مليث بسا إن شاء الله نمليل لذي مليل ده دون جاء من تلويث والسلام عليكم ورحمة الله نقف ترجمة نانسي قنقر